كما قامت مؤخرا بعثة بقيادة المنصق الوطني لمشروع تطوير المياه الصالحة للشربة موسى آدم دريال إلى إقليم كانم وذلك بهدف الوقوف على المشاكل التي يعاني منها سكان الأقليم نتيجة لشح المياه هناك تقرير فاطمة داود الحمر الماء هو شريان الحياة وتوفيره في معظم أقاليم البلاد هو من الأحداث السامية وذات الأولوية لدى الحكومة لتنفيذها سواء كان بدعم من الشركاء الدوليين أو لمفردها لذا جاءت بعثة خاصة بقيادة المنصق الوطني لمشروع تطوير المياه الصالحة للشرب بتمويل من الصندوق الأوروبي للتنمية إلى إقليم كانم وتحرف هذه الزيارة إلى التعرف على المشاكل التي يواجهها الإقليم جراء شح المياه الصالحة للشرب حيث قام مؤخرا مشروع تطوير المياه الصالحة للشرب عبر الصندوق الأوروبي للتنمية بتدشين صحري جيني لصالح سكان قريتين بمنطقة كانم وبهذا الخصوص فقد أعرف المنصق الوطني للمشروع موسى آدم دريال أن إقليم كانم يعاني من شح المياه وهذه المساعدة تساعد المواطنين بلا شك في الحصول على مياه نقية دون أي عوائق وأن هذا المشروع قام بتدشين صحارج عدة في قرى مختلفة بأقاليم البلاد المندوب الإقليمي للتنمية الريفية مي علي طاهر أشاد بالدور الريادي للشركاء الفنيين والماليين بتقديم عدة خدمات للمواطنة الجادي وأن هذا المشروع يلعب دورا لا يستهان به في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين وذلك من خلال توفير المياه الصالحة للشرب ومن ناحية أخرى طالب من المواطنين الاهتمام والمحافظة على هذين الصحرجين من أجل استمرارية المياه الصالحة للشرب لهم